هي ورشة لمشروع حماية وتهيئة مدخل بلدية الرمكة بولاية غليزان بعدما كانت الأوحال تتسبب في غلق هذا الطريق مع كريتة ساقط للأمطار حيث يعد هذا المشروع واحدا من أهم 25 مشروع استفدت منه هذه البلدية في عدة قطاعات غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار سنتيم استفدنا من 8 ملايير سنتيم في إطار PCD وعندنا 6 ملايير في إطار FCCL برمجنا جملة من المشاريع في إطار PCD برمجنا 15 مشروع تمثلت في قطاع التربية في قطاع المياه في قطاع تهيئة الطرقات وأيضا في إطار التحسين الحضاري للبلدية برمجنا مشروعين في المدخل الشرقي والمدخل الغربي سكان بلدية الرمكة استحسنوا تسجيد هذه المشاريع التنموية والتي كانت مطلب الساكنة لسنوات خاصة منها المشاريع التي تحمي المنطقة من خطر الفيضانات هي مشاريع تنموية رشدت لها أغلفة مالية معتبرة تحكس حرص الدولة على تحسين ظروف عيش الساكنة وإحبار هذه المناطق التي هجرت خلال العشرية السوداء